كان اجتماع جد هام مع النقاباتهم في الإشكالية اللي كان عفوها في ميدان ديال التعليم اليوم ولكن اجتماع الحمد لله إيجابي يعني كان فيه حوار اللي هو جاد وكانت واحدة جدية في العمل الإخوان الممتنين ديال النقابات جابوا يعني المطالب ديالهم اللي هي مطالب اللي نقشناها وتحونا فيها وهي مطالب يعني مهما لكتهم يعني ناس القطاع ديال الطبية الوطنية هذه كانت مناسبة انه باش نتجاوبوا معها ومكنني نعطيكم بعض يعني التوجهات اللي احنا قررنا باش غدي نمشيوا فيها ان شاء الله انه غدي تم اولا تجميد ديال يعني النظام الاساسي ديال التعليم باش ان شاء الله كذلك تكون فيه واحد امكانيات ديال التحسين ديال الدخل ديال يعني الموظفين والموظفات الموجودين في القطاع ديال الطبية ديال التعليم كانت نقطة يعني تانية اللي هي تهيئة عند الاهمية ديلها لتكلموا عليها الاخوان ديال الاقتطاعات شرحنا الاخوان ديال النقابات بان الاقتطاعات مرت من واحد المرحلة اللي هي يعني ادارية وصلت انه الاقتطاع كين وليسالي غدي خجوف من هنا يومين ويعني من الصعب انه بالنسبة لهذيك الشهور الاولى اللي كانت نرجعوا على الاقتطاعات ولكن اقترحنا عليهم انه يعني الاضرابات الكبيرة هي هذي اللي جات من بعد اللي غدي تكون يعني في الشهر المقبل انه يكون واحد الحوار ونقاش داخل يعني لكوميسيون اللي غدي يشتغلو باش يحاولو ان شاء الله نخفو من هاد الشيولا نتجوجوه في المستقبل اه تانيا اه تالتا اه غدي تكون ان شاء الله الجناء وزارية كما قررنا لكتر اساسي شكيب من من موسى وغدي يكون معها اه سيد وزير اه الشغل سيس كوري وغايكون معا سيد القجاع الوزير ديال يعني الميزانية وغدي يتعاملوا معهم بعدد من الاجتماعات ان شاء الله باش نحاولو نخدمو على هاد الكالتحسين ديال ان شاء الله تعديل ديال آآ 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 اللقانون الاساسي ويلقاء الحلول لجميع يعني المشاكل اللي هي مطروحة وهاد شي تاخذ فيها تاخذنا في قرار انه ان شاء الله في حد اقصى على على مكسيموم لمت انه وخمسطاش من يعني إن شاء الله يكون التوافق بين الأطراف وتبدأ التطبيق ديال هذا التوجه وهذا النظام الجديد. إذن هذه كلها يعني أفاق جد إيجابية التي سنشتهل فيها والتي تم عليها الاتفاق مع النقابات مع العلم أنه الحكومة بالطبع قالت بأنه سيكون اجتماع يبتداء من نهار الخميس إن شاء الله. نهار الخميس سيكون اجتماع مع اللجنة الوزرية باش يشتغلوا على هذا النظام الأساسي ويشتغلوا على هذه الإمكانيات. وقلنا لهم بأنه لازم يعني إحنا طلبنا من النقابات وهذا طلب ملح. أنه لابدأ أنه إلا غادي بدون تنقشوا غادي بدون تحاولوا غادي يلقوا الحلول. أنه بلدنا ما يضيعوش يعني الكل خصوة يجعل الأقسام تيالو. لأنه حد خلنا في واحد دينامية إيجابية. وهالدينامية إيجابية خاصة تكون كذلك في أوجوعي إلى الأقسام وشكرا لكم.